نروح للخبر اللي بعد كده منتخب طبعا ناشيء الكرة الطائرة ضمن الصعود الى ثمن نهائي منديال كأس العالم للكرة الطائرة اللي بتلاقي في الارجنتين الحقيقة عاملين احنا ملحمة عاملين نتاج كويسة جدا وخلينا استعرض معاكم مشوار المنتخب في الفترة اللي فاتت ونشوف مين السنائي اللي مكسر الدنيا من النادي الاهلي مع هذا المنتخب منتخبنا الوطني الناشيئين الكرة الطائرة تحت 19 سنة بكهادة مدير الفن كابتن احمد سمير قدر انه يصعد للدور الثاني من البطولة العالم اللي بتتلاقي في الارجنتين في الفترة من 2-11 اغسطس اللي احنا فيه منتخبنا كان ضمن الصعود بعد فوزهم بالحلى منتخب كستاريكا بنتيجة 3-0 عشان ده يكون الفوز التاني ليه بعد ما كسبنا سربيا رابع اوروبا ايوه اللي حضراتكم سمعته ده صح مصر كسبت رابع اوروبا في اول ماتش بنتيجة 3-1 وبعد كده منتخبنا كان خسر في الجولة التانية وده منتخب امريكا مرشح للفوز بالبطولة 3-0 وعملوا ماتش كويس يعني نتيجة كانت كويس 3-0 بس ما كنا قريبين وهنلعب فجر الاتنين مع منتخب الارجنتين صحب الارض والجمهور ان شاء الله في دور الستاشر نتمنى ان شاء الله الفوز مش صعبة ولكن ارجنتين طبعا صحبة الارض والجمهور المنتخب بيدوم اتنين لعبة مكسرين الدنيا حمزة حمد الصافي حمزة حمزة الصافي وشريف محمد الاتنين موجودين من النادي الاهلي وعملين ملحمة كبيرة جدا حمزة الصافي وشريف محمد مكسرين الدنيا بتالي حمزة الصافي ابن حمد الصافي صح يا جماعة تمام حمزة الصافي وشريف محمد هم الاتنين اللي بيمثلوا طبعا النادي الاهلي في منتخب مصر لنقننا له التوفيق طبعا مع الارجنتين